انا استوقفني بصراحة تصريحات الاستاذ او كابتن محمد عبوهاب او الحج محمد عبوهاب الحج محمد عبوهاب انا تعملت معاه المستوى الشخصي وانا بلعب في الاهلي وتعملت معاه قاعد ومجلس ادارة والحمد الله بتربطني بيه علاقة مميزة جدا يعني امبارح في تصريحاته طبعا كلام بصراحة انا يعني اقول ان انا حزنت بكلمكم بالامان ليه بقى اولا الناد الاهلي مش محتاج ان هو يفرغ مع احترامي طبعا للحج محمد عبوهاب وليه تقديره الاحترام كله مني يعني وانا واحد عشت جوه المكان يعني وعارف فكرة الناد الاهلي لان انا بص يا جماعة من الاخر عشان اجيب لكم انا الابن الصغير للناد الاهلي يعني شفتوا كده من عندكم اخر العنقود هو الحمد لله الحمد لله من عند ربنا انا اخر العنقود فانا حافظ الفكر بتاع الناد الاهلي والاشخاص اللي الحمد لله الواحد تعامل معاهم والله اتعاملت مع الكبار زي ما بيت قال بداية من كابتن عبدو صالح الوحش بعد كده كابتن صالح سليم بعد كده كابتن حسن حمدي بعد كده كابتن محمود الخطيب انتو شفتوا الاسماء كابترق سليم كابتن سابت البطن فاتعاملت مع العقليات اللي هي بالاخر العقليات الالماز والله عقليات الماز فعل عقليات كده تتوزن بالدهب ليه بقى؟ تتوزن بالدهب لان هما الفكر بتاعهم يخلوك بيدوك خبرات في الحياة وفن الادارة وازاي التعامل وازاي ان انت تبقى الناد الاهلي الاشخاص الاسماء اللي انا قلتلكوا عليها دي هو اللي خلى جزء كبير جدا من الناد الاهلي يبقى في المكان ده لان الناس بتحب الناد الاهلي وناس بتشتغل للناد الاهلي ويهمهم الاول والاخر هو الناد الاهلي شفت الاسماء اللي انا قلتها لكم هي الاسماء دي اللي عمل التاريخ للنادي الاهلي مع الدعم الجماهيري مع الكم الجماهيري اللي موجودة مع المحبين مع كل من بيحب النادي الاهلي هو اللي عمل اسم النادي الاهلي كده فالنادي الاهلي مش محتاج يفرغ ليه بقى لان النادي الاهلي دايما يعني هتلاقوا كابتل محمود الخطيب بطل قبلها كابتل سالح سليم بطل ظهر كابتل محمود الخطيب بعد كابتن محمود الخطيب ظهر كابتن حسان حسن بعدها فيه اسماء كتير جاي مش عايز انساها فيه ابو تريكا ظهر فيه محمد بركاد فيه عصام الحضر يعني ابتكلم ان فيه اسماء عماد متعب انا مش عايز انسى حد الاسماء ظهرت فيه انا واحد من الناس كنت موجود في فترات مشي ابراهيم سعيد رجع جيل تاني اتعامل عصام الحضر مشي فيه ناس تاني جات فالنادي الزمالك او النادي الاهلي مش محتاج ان هو يفرر نادي الزمالك انا في الفترة انا عدت من 97 في النادي الاهلي لحد 2004 ممكن تجبولي مين في الوقت اللي انا كنت موجود فيه ده كان موجود فيه من نادي الزمالك مفيش ولا واحد كان في النادي الزمالك رغم ان في الوقت ده من بعد 98 كانت الامور صعبة وكان اعتقد نادي الزمالك كان مليان مليان نجوم واسماء تقيلة يعني تعالى كده بص على المبارارة الشهيرة بتاعتنا النادي والزمالك 6 واحد شوفوا الأسماء اللي كانت موجودة والأسماء اللي كانت موجودة شوفوا مين يعني بديكم بس حاجة كده الأسماء اللي كانت موجودة في الناد الزمالك والأسماء التقيل اللي عملت بطولات مع الناد الزمالك شوفوا الأسماء وشوفوا التاريخ بتاع الناد الزمالك والوقت اللي احنا كنا موجودين في الناد هل في الوقت اللي احنا كنا موجودين فيها على مدارة ست سنين أو سبع سنين كان فيه حد من لعيب الناد الزمالك اعتقد ان ما كانش فيه لو فيه سرع على لاعب فالآله طبعا طبيعي هيخش انفوضات وطبيعي ان انت هيخش مع العيب مثلا يعني انا ممكن اخر حاجة شفتها كان كهرباء اي ان كان بقى الموقف اللي حصل والموقف الاخير اللي هو ماشي بشكل جميل جدا هو امام عشور فده شيء طبيعي اما ان انا روح اتفق مع واحد واجب له عرض واجب له مش عارف فين وكام ده ده مش موجود في النادي الآله واعتقد ان الكلام اللي بيقوله الحج محمد عبدالوهاب انا بقولك وعلى كلامي ده على مسئوليتنا الشخصية استحال ان يكون الكلام ده حصل في فترة كابتن محمود الخطيب كابتن حسن حمدي او كابتن صالح سليم ملهاش علاقة خالص لان الناس دي عقلية بتاعتهم عقلية لعبة كورة اما فده بصراحة ده اللي زعان في الاخر هو وجهة نظر الحج محمد عبدالوهاب يقول زي ما هو بس انا عمري ما عشت اللحظة دي ان النادي الاهلي يقعد الاهلي هو الاهلي فاضي يعني والله يعني الاهلي الاهلي فاضي مثلا الاهلي بالعكس بيركز دايما على المكان بتاعه عشان كده النادي الاهلي سابق وعشان كده النادي الاهلي دايما في البطولات وبيخش البطولات بقلب جامد لان هو مركز في المكان بتاعه الاهلي دايما بيحب يبص في الورق بتاعه عقل كده بص اشوف اللعيبة بتاعتي اشوف من الجهاز الفني باشوف اللعيبة اللي موجودة مين هيلعب مين هيبقى متواجد هو ده إلا بقى لو في حالة كده تحصل بس ده الكلام ده يعني ايه بشكل يعني ايه شياكة زي ما بيتقال بشكل افضل زي مثلا امام عشور مشي يعني راح مشي من الزمالك راح سافر برا صح النادي الاهلي تدخل على طول خلص الموضوع مش محتاجة لف ولا محتاجة مرواح ولا ماجي ولا حاجة للنادي الاهلي دايما بيحب دايما يفكر في المصلحة النادي الاهلي ده بس كان تعليه على على الحج محمد عبداللهاب اللي تقول التقدير والاحترام لي بس انا بقول لكم ان الكلام ده استحالة يحصل في فاطر كابتن محمود كابتن حسن حمدي كابتن صالح سليم في الفترة دي استحالة ان الكلام ده كان يحصل لان النادي الاهلي دايما كبير وبيعف يطلع ناشئينه وبيعف يجيب لعيبة وعنده الامكانات وعنده الامكانات الجبارة او الامكانات العالية اللي يقدر يجيب اي لعيب بس بشكل بسيط جدا مش محتاجة كل اللف ده يعني